هناك بعض الشخصيات التي تغيرت تغيير جذري في حياتها دعنا أتكلم عن الشخصية الأولى شخصية شاول الترصوصي شاول الترصوصي يعني من ترصوص الهيليوم في تركيا من مقاطعة كيليكيا شاول كان ضليع في الثقافة اليونانية واللغات في تلك الأيام والفلسفات القديمة والدرب عند رجلي واحد اسمه جملة إيل معلم أعظم معلم شريعة من مدرسة هليل هو الحفيد الأصغر للمعلم الأكبر هليل يعني كان عنده كل الامتيازات عبراني فرريسي مختون منصب بن يمين يعني كل الامتيازات تقابل معه الرب يسوع على الطريق إلى دمشق شاول كان بيتطهد الكنيسة كان بيحط الناس في السجون كان عنده حقد مرارة على المسحيين وكان راضي بقتل الشهيد الأول اللي هو استفانوس الشهيد استفانوس اللي رجم عندي رجلي واحد اسمه شاول شاول التلصوصة رغم كل الامكانيات والبر وحافظ الكتاب من الجلد للجلد وانه كان نموسي في الريسي بكل معنى الكلمة وكان بيعمل كل اشي من غيرته ومحبته لالله ولكن عندما تقابل يسوع معه وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس سأل شاول قال من أنت يا رب قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده اسمع ماذا يقول الرسول بولوس عن هذا الاختبار في تمثاوس الأولى لصاح الأول من آية 12 وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة أنا أنا الذي كنت قبلا لاحظ الكلام مع أنه كان 100% حافظ الشريعة نموسي عايش بالبر أنا كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا ولكنني رحمته لأني فعلته بجهل في عدم إيمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص لاحظ الكلام ليخلص الخطى الذين أولهم أنا يعني أنا الرئيس أنا على قمة هذه الليستة واو واحد حافظ كل الشريعة وعم بيتطهد الكنيسة بإفراط يقول عن نفسه أنه كان مجدف كان مضطهد كان مفتري وطبعا فيه يعني أشياء كتير يتكلمها من خلال اختباره في العهد الجديد ولكن تخيل يقول كأنه ما فيش حد في الوجود الكلمة بتشهد أنه يسوع جاء ليخلص الخطى حتى لو كنت أنا لوحد رئيس الخطى أجا مشاني أنا وهذا إحساس كل مؤمن تتغير حياته بيشعر كأنه المسيح أجا خصيصا من أجله وعلى فكرة هذه شهادة يعني مش عارف إذا الوقت شهادة كتير من العابريين ومن كل الخلفيات والديانات والطواقف اللي بتشهد كيف تغيرت حياتها والشهادة مشتركة كأنه أنا الوحيد في هذا الوجود الله بحبني اهتم فيه وأجا خلصني هذا ما فعلته النعمة بشاوله الترصوصي اللي هو بولوس الرسول بقول إنه المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطى الذين أولهم أنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر